كيف حالكم أصدقاء متابعي قناة استسمى العقلك صدرت من دقائق بيانات جدا مهمة بيانات خبرتكم تراقبوها إجمال الناتج المحلي الأمريكي للربع الثالث من سنة 2022 رح نناقش هالبيانات وشو تأثيره على البيتكوين أيضا شو وضع الدولار وشو هي أهم إشارة لاستكمال الصعود كل هذا رح نناقشه بالفيديو أيضا المناطق المهمة للدخول المضاربة بعملة الإسيريوم كل هذا رح نشوفه بالفيديو إذا أول مرة بتتابعني بتمنى منك تشترك بالقناة فعل زر الجرس أيضا تركنا تعليق هالفيديو ممكن تكون أحد الرابحين بمسابقاتنا اليومية أيضا بتمنى منك صديقي تنضم لقناة تليجرام قناة تليجرام مننزل فيها آخر التحديثات وآخر الأخبار الاقتصادية يلي ممكن تأثر على سوق الكريبتو متابعين معكم الأوضاع أول بأول خلينا نتقل للفيديو من دقائق أصدقاء صدرت بيانات مهمة جدا جمال الناتج المحلي للاقتصاد الأمريكي 2.6 طبعا متوقع 2.3 النسبة السابقة هي 0.6 بالسالب طبعا البيانات تعتبر إيجابية الاقتصاد الأمريكي في نمو للربع الثالث من 2022 البيانات طبعا إيجابية أصدقاء حكينا إذا كان البيانات إيجابية رح نشوف صعود بالسوق وحاليا عم نشوف صعود بالسوق لكن مع هالصعود هذا من الواجب نكون حذرين وننتظر فرصة مناسبة للتصحيح أهم إشارة للصعود على المدى المتوسط خلينا نشوف البيتكوين البيتكوين بعد ما كسرنا على الأربع ساعات وشكلنا قمة أعلى من قمة ماشيين ومشكلين هالقناة هاي اختراقنا هالقناة اختراقنا مناطق الـ 21 ألف رح يعطينا زخم صعودي لكن بدء التصحيح وهذا أنا يلي بتوقع بتوقع أنا بدء التصحيح لأنه في عندي أنا مؤشر جدا مهم في عندي مؤشر الدولار بوصل لمنطقة ارتداد منطقة الارتداد اللي حكينا عنها هي 109.36 109 مهم جدا نركز عليها أغلاق أسفل 109 يعتبر تغير بالاتجاه بالنسبة للدولار على المدى المتوسط مهم جدا تركز عن نقطة صديقي أيضا عنا موفينج الخمسين على فريم اليوم لاحظ كلما نضرب بموفينج الخمسين على فريم اليوم يصير عنا صعود لما كسرنا بهالشمع هاي اغلاقنا أسفل موفينج الخمسين اغلاق كاذب صار في عنا بعدها صعود هل ممكن انه يكون هذا اغلاق كاذب هذا اللي رح نراقبه اذا العودة للإيجابية بمؤشر الدولار هو الاغلاق أعلى مناطق 111 اغلاق أعلى مناطق 111 مناطق 111 أنا بتوقع يختبر الدولار على المدى المتوسط وممكن يرفض من هالمنطقة هاي وممكن يعاود الهبوط مرة تاني وهذا رح يعتمد على بيانات الفيدرالي يلي رح تصدر اثنين بالشهر بعد تقريبا خمس أيام من اليوم من تاريخ تصوير هذا الفيديو مهم جدا تركز هالبيانات صديقي هل هي رح تكون سلبية على الدولار وانتي عاش للأسواق رح نحكي عن هدف البيتكوين هدف البيتكوين أصدقاء اذا منحط بيبوناتشي على آخر موجة لما ضربنا فيها 22500 رح يطلع عنا 0.78 عند مناطق الـ 21800 تعتبر مقاومة على فريم الأسبوعي منطقة جيدة لأخذ الأرباح اذا كسرنا هالقناة هاي اذا كسرنا هالقناة بشكل صعودي هدفنا رح يكون 21800 21800.78 لكن مع ردة الفعل الإيجابية يلي أنا بتوقع على الدولار أصدقاء بتوقع البيتكوين يدخل بموجة تصحيح موجة تصحيح هاي رح تستهدف أول منطقة هي مناطق الـ 2350 طبعا هذا رح يعتمد على تحرك الدولار على المدى القصير على الفريم الأربع ساعات وعلى فريم الساعات اذا استمرت الإيجابية راقبة صديقي أول منطقة للتصحيح هي منتصف القناة منتصف القناة رح يكون عند مناطق الـ 2300 بها المنطقة هاي إذا وجدنا ارتداد مناسب من هالمنطقة استكملنا الصعود أيضا أمر طبيعي صديقي إذا صحح البيتكوين لأسفل القناة أسفل القناة هاي الصعدي اللي رح تكون عند مناطق الـ 19500 أمر طبيعي التصحيح يوصل لهالمناطق أيضا الإيسيريوم من الطبيعي أنه يصحح بهالموجة هاي تقريبا بها المنطقة ستوبلوز للإيسيريوم ستوبلوز للمضاربين تحت الـ 1380 يعتبر مناسب جدا الأقفال تحت الـ 1380 يعتبر مناسب جدا لصفقة الإيسيريوم طبعا أفضل منطقة للدخول ما بنصح بالدخول الحالي إلا لحتى تنتظر تصحيح تصحيح هذا قد يكون 1420 منطقة مناسبة للدخول بعملة الإيسيريوم 1420 دعم جيد مع الأخذ مع الاعتبار زد خط الـ 1420 رح يكون ستوبلوزك صديقي أسفل مناطق الـ 1380 أغلاق أسفل الـ 1380 ستوبلوز لهالصفقة إذن البيتكوين كسر هالقناة الصعدي هاي رح يأخذنا لمستويات الـ 21800 أيضا 22500 هاي هي الأهداف يلي عننا أما مؤشر دولار أصدقاء إغلاق أعلى الـ 111 هو صعود أما الإغلاق تحت الـ 109 يعتبر تغير في الاتجاه بالنسبة للدولار على المدى المتوسط إذن مناطق دخول البيتكوين إذا أنت حابب تدخل مضاربة على المدى المتوسط إذا انتظرت تصحيح لمناطق الـ 2300 مع الأخذ بيع الاعتبار بداية ارتداد من هالمنطقة يعني رح أنا حط أول أوردر عند مناطق الـ 2300 الثاني أوردر رح يكون عندي عند مناطق الـ 19700 حصرا التعزيز من مناطق الـ 19700 للـ 19600 حصرا من هالمنطقة هاي والهدف رح يكون أصدقاء مثل ما حكينا 21800 الهدف عننا إن شاء الله 21800 مع الأخذ بيعني الاعتبار الإغفال أسفل مناطق الـ 19500 المنصة يلي بنصح فيها أصدقاء منصة البيتكت رح تشوف الرابط بالوصف كوبونات بقيمة 4130 دولار على الإداعات عند بدء تداولك من الرابط يلي رح تشوفه بأول تعليق منصة بيتكت منصة رائعة جدا تنفيذ الأوامر فيها سهل أيضا سلاسة بالدخول والخروج الستوبلوز جني الأرباح كل هالأمور هاي رح تشوف سهولة باستخدامه إذا منشوف مؤشر الخوف والطمع لليوم لحنا انتقلنا للـ 32 تقلنا لمرحل الخوف كنا بالخوف الشديد حاليا لحنا بمنطقة الخوف بس إذا منفتح المؤشر هذا على آخر 3 شهور منشوف وقت اللي طلعنا على هالمنطقة هاي منطقة 32 للـ 34 تقريبا بـ 13 سبتمبر خلينا نشوف البيتكوين لما طلع بـ 13 سبتمبر تقريبا لما عملنا قمة الـ 22500 هم كان عندنا مستويات الخوف 32 حاليا لحنا عندنا 32 أيضا لما طلعنا لمناطق الـ 25000 كان مستويات الخوف والطمع بالسوق 47 إذن دائما بيصير الهبوط دائما بيصير الارتداد وضرب المتداولين لما الأسواق في حالة أطمئنان لما تكون الأسواق في حالة صعود إذن الناس كلها كانت متفائلة بـ 13 سبتمبر تم ضربهم بهالمنطقة هاي والهبوط إذن دائما صديقي لما تكون الناس كلها متفائلة لما يكون سوء كله بالأخضر فكر بالخروج بجزء مرة أسمالك إذا كنت أنت داخل مناطق متدنية أو إذا كنت أنت مضارب وحابب تدخل دائما ننتظر فترة تصحيحات صديقي تعطيك هامش أمان عالي خلينا نتقل للفيديو الماضي حتى نعلن اسم الرابح بالمسابقة يوم أمس هذا هو الفيديو أصدقائي اللي عملنا عليه المسابقة آخر فيديو من 16 ساعة رح ناخد رابط الفيديو بهالشكل نتوجه لموقعنا طبعا لحنا بنختار الفيديوهات بشكل عشوائي لكن يوميا في عنا رابحين بالمسابقات رح نحط رابط الفيديو هوني نشير التعليقات المتكررة نحلها الكباتشا بعدها نشوف كم تعليق مشارك عنا بالمسابقة عنا 94 تعليق خلينا نقول بسم الله وناخد اسم الرابح بالمسابقة هذا هو اسم الرابح بالمسابقة بتمنى يتواصل معي حتى يستلم جاستو إلى اللقاء